سلام عليكم صلاحة صاب لا ده صلاحة يمشي يروح لليبربول يتعالج هناك ده كلام يا ناس احنا المصريين علمنا الناس الطب احنا المصريين وبقولها بكل فخر سيبك من الناس الساكلانس اللي بيودهم دم بيبقى سألوني عن الناس ممين وما معرفوش حاجة في الطب احنا اللي بنعلم الناس برا الطب اول كتاب طبي في التاريخ ركز معايا واعرف امتك واعرف مكانتك يا مصري اول كتاب طبي في التاريخ اول واحد كتب كتاب طبي في التاريخ فرعون قديم احنا بنخرج نعلم الناس الطب صلاح ايه اللي تعالج برا صلاح مش مصاب خد ده ميني اه انا دكتور ومتخصص في الطب الرياضي واستشاري قد الدنيا بقولك صلاح ما عندوش اصابة سيبك من دكاترة العظم اللي مش فاهمين انا تخصصي طب الرياضي بقولك صلاح ما عندوش اي اصابة وانا تحدى دكتور ليبربول ما عندوش اصابة خالص للباترن فوكينج ولا اي حاجة تدل ان صلاح ده مصاب صلاح بيشتغلنا وبعدين ايه يا ابو العلا يا ابو العلا انت طبي في المنتخب يا ابو العلا ما تجيب لك حتة صنار زغير ده اهو ده انا حطه في شنطتي اهو ادي شنطتي يا ابو العلا اهو صنار زغير بلعب في النادي الاقلي مع فريق الشامسن واحد واعبة طلعه وحط شواجه يلو واشوفه على الموبايل بتاعي فيه اصابة ولا مفيش اصابة يا ابو العلا ما تنشفشو يا ابو العلا يا ابو العلا بهدلت الطب في المنتخب يا ابو العلا وبهدلت سمعة مصر يا ابو العلا وبعدين نازلت تتكلم مع انتو جايبينك متحدس راسم يا ابو العلا ولا طبيب المنتخب نازلت هتكلم معاه هنتكلم احنا في مكلامة اللي بيوجعك هنا وبعدين ايه عاوز اخرج اخرج ايه الكلام ده يا ابو العلا فيه طب رياضي اسمه كده يا ابو العلا عاوز اخرج اخرج شغال صلاح دكتور ومجير فني لك سونار زغير أبو العلا هو سونار زغير مش بمليار جنيه أبو العلا تشوف تفحص وتقول كده وتكتب ريبورد مش فاهم الدنيا فيها ايه ايه أبو العلا الدنيا احنا علمنا الناس الطب أبو العلا تخلي حد لاعد يشتغلك ويشتغل الدنيا كلها ويشتغل مصر كلها صلاح أبو العلا ما عندوش قصاب أصحى واطلع بالصبح صرح وجيب سونار وفحصه ودينا ريبورد سليم كده وقل صلاح مصاب ولا مش مصاب وقصبته عبارة عن ايه وهيتأهل في قد ايه وظيفتك ايه يا أبو العلا بتاخد ألافات ليه ليه يا أبو العلا عشان خاطر ايه تمرمت صمعتنا في التراب يا أبو العلا ما تجمد يا عم شوية وتنشف شوية ما كنتش عارف سونار ما تتعلم يا عم شوية سونار ما كنتش درس تبريادي وانت دكتور عدم بس وما تعرفش حاجة عن التبريادي ما تركن يا عم وفيه عشرتاشر دكتور ما كانك يتحطه ما تجمد يا عم ويبقى ليك شخصية اي واحد موجود دكتور في مكان تفهم قصته هيقعد يقول له العضلة مش العضلة هينيمه ويحطه السونار يعرف ويديه ريبرت في لحظة واحدة فيه ايه ويتأهل في ايه شد في العضلة الخلفية يا أبو العلا هيقعدوا اسبوعين ليه يا أبو العلا ما سمعنا بهذا الكلام من قبل يا أبو العلا وشانا دكتور طب الرياضي استشارعت للدنيا ما فيش كده في الطب الرياضي يا أبو العلا والعضم بتاعك ما قالش كده حتى انت بليكش علاقة بالكصة بس برضو العضم ما قالش كده يا أبو العلا ما تجمد شوية وتفحص وتشد حيلك شوية وتفحص ولا ايه ما فيهوش حاجة أقول له ألعب يلا والدين ورصية أو أخرج يا ده غور برا يلا تجاي تلعب يلا ده سمعة مصر ما تلعب يلا هو احنا مش واخدين منك حاجة خالص جيت في فلسطين قلت كل اللي مش عارف الروح مقدسة طب يا عموا كل الخلفيات مقدسة نام يلا قدام يلا وافحصوا وهطلع ريبورت ريبورت أقول صلاح متصاب وإصابته دي هتاخد تأيير لكن ولا كأنك موجود يا أبو العلا ولا كأنك موجود بهدلت صمعة الطب الرياضي انت جرعت ما بقى انت مالك بالطب الرياضي بس انت كده ببهدل صمعتنا يا أبو العلا أما يجي طبيب المنتخب يبقى ما هوش عارف عنده إيه وقاعد ساكت ولا بيتكلم ولا احنا عارفين صلاح عنده إيه لكن أنا بقول لك يا أبو العلا صلاح ما عندوش حاجة يا أبو العلا صلاح عاوز واحد بس زي حساب حسن يا يلعب مع اللعب دي انتشور صي ينزل ياكل الملعب ياكل النجيل يا أبو العلا يا أبو العلا يا عم الشغل ده يا عم ده شغل ده ده شغل كرة ده يا صلاح ما تفتكر يا ابن نجليج ما تفتكر يا عم طبق كشر بجنيه ايه يا عم بتلعب يا عم باسمه مصر وتجمك كده وتبقى راجل رجولة ما احنا بنحبك يا عم احنا بنلومك عشان بنحبك الله بقنا في ديل المجموعة يا جدع بدل ما احنا نبقى راجبين فوق كده بقنا في ديل المجموعة مصر يا عم اللي عندها شوف بقى سبع القابة قبل كده احنا ناس جمدين قوي يا ابني احنا رقم واحد في افريقيا المفروض تنزل تاكل نجيلة انت وصحابك مش انت لوحدك الناس الشباب لما وسعت لهم خدوا في دورهم ولعبوا كورة ما تنزل يا عم تلعب كورة انت ما بتلعبش وانت عارف يا صلاح ان انت ما بتلعبش واحنا فاهمين واللي بيفهم كورة واللي ما بيفهمش كورة عارف ان انت ما بتلعبش او عتفكر ان انا دكتور طالع اقولك انا استشاري طب الرياضي انا دكتور ودرس ادارة الرياضية وفاهم اللي انا بقوله لك ده كويس وبلعب كورة يابني أنت ما بتلعبش كرة خالص مع منتخب بلدك أنت جاي عالة على المنتخب أنت جاي تهرج يا صلاح أنت جاي تعمل إعلانات وتخلع يا أبو صلاح الله أقدر عماك يا عم وليما خلاص كفاءة فلوس كفاءة نفى بتركز يا عم مع منتخب بلدك مع منتخب بلدك ده هتاخد على أساسه حاجات تانية كتير وهتاخد فلوس يا عم لو عايز فلوس ما تلعب يا عم كرة يلعب يا عم كرة واستحمل ويلعب وجمة شوية يعني ايه شد في العضل الخلفية قعدك اسبوعين انت بتكلم مين يا عم في ايه ولا انتك مين الاعلاميين اللي حبايبك ما حدش قادر يتكلم ما هو كل واحد على مصلحته وفي الاخر مصر هي اللي بتتدمر ايه عم بلدك سمع ببلدك يلعب كورة انزل ياب نلعب يلعب عاوز تلعب يلعب لكن بتتفق مع ليفربول وتقولهم مش عارف ايه وكلموهم عشان انت تتفضغطش على مصر ما حدش يقدر يضغط على مصر ومصر بدونك انت ولا حاجة ما احناش محتاجينك يا عم روح ليفربول خلي ليفربول تنفعك سلتين وهترجع لنا تاني مصر تفكر ايه مصر ام الدنيا بدونك وبيك انت ما بتلعبش كورة ومش عاوز تلعب كورة واكملني فيه بالحب كتير في المنتخب وكل واحد فاهم شغله واقف على شغله مفيش يحصل كده الكلام ده لكن للأسف كل واحد ده ده بالحب وده سلو جاء قريب فلان وده مش عارف عشان ايه وده بقي يجملوه عشان ايه ده انا بقلب يا راجل لقيت جايبين اللي بيكتب التخطيط الطبي في المنتخب واحد ملخوص اي علاقة بالطب الرياضي خالص ومش طبيب اصلا يا ناس رحمونا يا ناس رحمونا يا ناس رفعتوا ضغط مية وعشرين مليون بني ادم بقيتوا في دين المجموعة خايفين ما نتأهلش خايفين ما نطلعش من الدور ده اجمد شوية اجمد يا مصطفى اجمد يا زيزو ويلعب في مكانك كل واحد يلعب في مكانه ويقف على كرته ونلعب رجالة بكرة لازم نفهمهم ان احنا ما يهمناش شخص احنا مش بتوع اشخاص احنا بلد كبيرة بلد لها تاريخ كرة وجبير قوي ونقدر نصعد ونوصل للنهائي بدون صلاحه بدون اي حد ويقولك ايه اللي بربول يقولك ايه ان شاء الله لما تسعدوا هنبقى نرنجح مش عاوزينه مش عاوزين صلاح احنا مش عاوزينه عارف مش عاوزينه ليه لانه مش رجل مش جدع لصلاح كان جدع مع قوميته لذلك صلاح حيفضل نجم عالمي بس عمره ما يكون اسطورة عمره ما يكون اسطورة مصرية عارف ليه لانه لا كان جدع مع قوميته ولا جدع مع منتخب بلده اللي كبره بلدك اللي كبرتك احنا علمنا الناس الطب وما كنتش فاهم روح اي مستشفى في انجلترا وشوف مين اللي فيها هتلاقي نص الناس مصريين هناك ايوة بلد مسكينة وبلد تعبنين بس اعرف كده وهتشوف روح كده لف في انجلترا وانا بلف العالم وحاضر هتلاقي الناس الاطباء اللي جوه هم اصلا مصريين تعبوا هجوا من بلدهم لكن الناس جمدين قوي ايه والعلا ده والعلا ايه فيه طاقم طبي في المنتخب ولا طاقم كسات وكبات ايه ناس انتو في ايه لسه هيروح ليفربول يتأهل بان انتو قاعدين بتهببوا ايه معاكو فين الملايين اللي بتاخدوها دي جيبوا اجهزة لبنالكو اجهزة مش عارف جيبوا ايه كل حاجة عندك بتعرفش تأهل لعب بتعرفش تفحص لها بما عندكش سنور بمتين الف جنيف جيبك قد البتاع اهو تفحص وتشوف ايه وتدينا ريبورت كامل انت بتخيل الناس مش عارف بسرعة عنده ايه يقول لك اصلا في ليفربول ليفربول ايه بينصب عليكو نام يلا ويتنيموا كده وما عملش نتش روصية يقعد يلا لعب يلا انت يلا احنا ناس هنقع من المجموعة بسبب رعونتك انت وزمائلك ما تيجمد شواء يا عم انت بتبتلعبش مع المنتخب فيه ايه ناس يهمكو بلك ولا ما يهمكوش والله العظيم انت ما يلزمكو قال حسام حسن يقف على المنتخب الحركات دي ما كانش تنفع تتعامل في المنتخب وانا بقول لك اهو ما حسام حسن كل الحركات دي وجوده بس كده في المنتخب ولا اي حد شديد بلا فيتوريا بلا باميا اي حد جامد ده ده مش عارف فيتوريا ده مش عارف حاجة حتى موظف يعني انت يا راجل صراح طلع انت ابن عزر جيزو يا ابني بيلعب جناح ما قاله ما فيش خالص ما فيش قال لك اول مرة يدرب في حياته هو يدرب في الحتة دي اول مرة يمسك منتخب في عمره هو مع مصر جايبين ناس تجرب فينا انت يرزمكو حسام حسن صراح ينفع يلعب مع اللعبة دي ينتشر سيه ينزل يأكل نجيلة على طول يا ناس ارحموني يا ناس ده تاريخ بلد تاريخ بلد اوعى تفكر ان احنا شعبه مسقف جدا انت مش مصاب وانت عارف ان انت مش مصاب وابو العلا مش قام بابو العلا قوم يا ابو العلا بدورك ابو العلا عيب كده ابو العلا بقى عند الوقتي وانا طالع ولابد في الدور يا ابو العلا خلاص بتقفش المصلحة وخلاص متقوم تطلع عم تطلعينا عم اي قصة كده وتفحص الوقت ده معه عكس سنار نشوف سنار ولا ابعته يعمل اي رانين ولا اي ستي في اي حتة فحصلنا كده وطلعينا ريبرد سلام عليكم